بسم الله الرحمن الرحيم حيمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوكنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتموها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله قتلا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علموا من آياتنا شيئا اتخذها مزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يؤني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا مدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخى لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخى لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائل للناس وأولى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وما ماتوا ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه واجعل على بصري رشاوة فمن يهديني لبعض الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يغلقنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حدتهم ما كان حدتهم إلا أن قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطرون وترى كل أمة ذاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزعون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينفط عليكم بالحق إلا كنا نستمسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم وربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكموتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيحنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيت اللقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين ذلك يوم بأنكم اتخذتم آيات الله بزءا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم